ولدورة الرابعة على التوالي يشارك الرئيس أبو مازن في منتد الشباب العالم إلى جانب أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجاءت المشاركة من فخامة الرئيس أبو مازن في هذا المؤتمر لإدراكه بأهمية دور الشباب وهم وقود مسيرة النماء والازدهار في رفعة أوطانهم وتقدم شعوبهم خاصة في ظل الطفرة التكنولوجية الحاصلة وعلى كافة الأصعدة وأيضا يهتم الرئيس أبو مازن بقطاع الشباب وبمنحه الاهتمام ويوفر له كافة السبل الممكنة لإثبات ذاته في مجالات الحياة المختلفة هذا المنتدى يوفر نافذة للشباب العربي صاحب ملكة الإبداع في مختلف حقول الإبداع والعلوم الإنسانية الباحث عن فرص لإثبات قدراته وذاته المهنية جميل جدا أن نرى أن الدول العربية بالقادة والرؤساء وصنعي الرأي اليوم يرون أن أساس التنمية وتطور في كل البلدان هو وضع تمكين الشباب على خريطة التنفيذ وهذا ما آمن به سيد الرئيس محمود عباس أبو مازن على طوال الفترات الماضية وبمشاركته المستمرة في ملتقى شباب العالم ليؤكد أيضا أن شباب الفلسطيني هم أساس وعماد ورصيد الشعب الفلسطيني في طريقه لتحقيق الحرية وفي طريقه لتحقيق التنمية في بلده وكل محاولات الاستمرار رغم المحتل لذلك دعونا نرى المشاركة الفلسطينية في ملتقى شباب العالم ماذا أضافت وكيف صورت بداية يطيب لي أن أتقدم باسم فلسطين رئيسا وحكومة وشعبا بأحر التهاني لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بنجاح أعمال النسخة الرابعة من منتدى الشباب العالمي الذي عقد في مدينة شرم الشيخ والذي شارك فيه فخامة رئيس دولة فلسطين الأخ محمود عباس وتأتي هذه المشاركة من قبل السيد الرئيس محمود عباس ومن قبل مجموعة من الشباب الفلسطيني مساهمة في هذا الحدث العالمي أهمية هذه المشاركة تأتي باعتبار أن هذا الحدث وهذا المنتدى يشكل منصة دولية عالمية للحوار بين الشباب في كافة القضايا ونحن في فلسطين أحرص ما نكون للمشاركة في أعمال هذا المنتدى لنقل ليس فقط الرسالة الفلسطينية والرواية الفلسطينية وإنما نقل رسالة أمتنا العربية التاريخية الذات الصبغة الحضرية لذلك نحن في فلسطين شاركنا بفاعلية في أعمال هذا المنتدى منذ النسخة الأولى وحتى النسخة الرابعة لننقل للعالم بأننا شعب محب للسلام شعب محب للحرية والعدالة شعب على أتم الاستعداد أن يعيش بأمن وسلام كاملين جنبا إلى جنب مع شعوب ودول العالم ونحن في الشعب الفلسطيني أحوج ما نكون إلى هذا الأمن وإلى هذه الحرية التي تشكل أساسا متينا لإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية وأيضا هذه المشاركة من قبل السيد الرئيس تأتي حرصا منه على إنجاح أعمال هذا المنتدى وهو الرئيس الوحيد الذي حرصه منذ النسخة الأولى وحتى الرابعة أن يشارك وأن يحضر بفاعلية على رأس وفد رفيع المستوى من القيادة الفلسطينية لذلك نحن نتمنى كل النجاح والتوفيق لمصر الشقيقة الكبرى في إنجاز المزيد من أعمال هذا المنتدى حتى نحافظ عليه كإطار ليس إطار مصري وليس إطار عربي وليس إطار إقليمي فقط وإنما هو إطار دولي نجحت مصر ببهارة بامتياز لفتح هذه المنصة الدولية باعتراف الأمم المتحدة واعتراف دول العالم لذلك مرة أخرى نشكر مصر الشيقاء الكبرى نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنظيم أعمال هذا المؤتمر وفتح هذه المنصة للشباب العالمي كي يتعارفوا ويتقاربوا ويكون بينهم حوار الحوار هو اللغة الصحيحة اللغة السليمة في هذا العصر ليس بين الشباب فقط وإنما بين الشعوب وبين الأمم بمعنى أننا في زمن لم يعد يقبل المزيد من الحروب والمزيد من الكوارث والمزيد من النكبات ونحن كشعب فلسطيني نأمل أن نخرج من هذه الكوارث ومن هذه النكبات من هذه الحالة الصعبة التي نمر بها إلى الحالة التي نعيش بها بكرامة وحرية على أرضنا وفي إطار دولتنا وتحت رايتنا على دولة فلسطين شكرا جزيلا وأتمنى لكم التوفيق